مشاهدين نواصل تقديم فقرات هذه الفترة الأخبارية المسائية ونصل الآن إلى فقرة الضيف حيث سنناقش خلالها اللقاء الذي نظم بالدار البيضاء والذي تمثل في ورشة عمل استشارية حول الهجرة واللجوء والنزوح المشاركون أجمعوا على أهمية تحويل الرسائل الرئيسية المتعلقة بهذه القضية إلى حلول مستدامة ومقاربة تشاركية للمجتمع المدني وذلك بهدف الحفاظ على حقوق هؤلاء الأشخاص للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نصطديه مباشرة في الستوديو المحلل السياسي والأستاذ الجامعية دكتور محمد العمراني بخبزة دكتور مساء الخير مساء النور بداية ما هي الرهانات التي تواجه الدول الأفريقية بخصوص قضايا اللجوء والهجرات دكتور هي رهانات متعددة ربما أننا دخلنا في مرحلة جديدة في القرى الإفريقية للتعامل مع هذه الظاهرة هي مرحلة على الأقل أنه يجب أن نضع فيها النقط على الحروف بحيث للأسف الشديد أننا نجعل جميع الحالات المرتبطة بمسألة الهجرة في خانة واحدة في حين أن الأمر يتعلق بحالات متعددة لأن هنا نتحدث عن النجوء ونتحدث عن النزوح وهي ربما سياغ مختلفة في غالب الأحيان نقارن بين حالات لا تقبل المقارنة فبالتالي هي مناسبة من خلال هذا النوع من اللقاءات في القرى الإفريقية لكي تتضح الرؤية في البداية ولكي نقف عند كل حالة على حدة لأن فعلا أن القرى الإفريقية هي توصف قارة الهجرة رغم أن الأمر غير صحيح هي قارة للهجرة الداخلية وليست مصدرة للهجرة بالشكل الذي يحاول للبعض رسم هذه الصورة عن القرى الإفريقية لذلك فالقرى الإفريقية مطالبة لكي تتخذ الخطوات اللازمة لدراسة هذا الموضوع لذلك ربما شخصيا ما أتارني وهو كون أن من تولى هذا اللقاء في الضارة البيضاء هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتابع للاتحاد الإفريقي وخصوصية هذا المجلس هو أنه يتشكل من فعالية المجتمع المدني الإفريقي وبالتالي أن هنا رسالة قوية وهو أن موضوع الهجرة واللجوء والنزوح هو ليس موضوع الدول وحكومات بل وكذلك هو موضوع جميع الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني بل أكثر من ذلك واتضح جليا أن المجتمع المدني له إجابات حاسمة والإجابات يمكنها أن تخفف من حدة هذه الآفة التي يصورها العالم على إفريقيا لذلك فربما الآن هناك تحول نوعي خاصة أن المغرب الآن يحاول ما أمكن أن يقدم تجربته للقرى الإفريقية لذلك ليس من باب الصدفة أن تكون الضار البيضاء هي المحتضنة لهذا اللقاء الاستشاري يعني تعقبا على ما قلته للتو دكتور ما هي القيمة المضافة التي قدمها المغرب للإتحاد الفريقي فيما يتعلق بالتحديات المطروحة في مجال الهجرة واللجوء ربما لنبدأ بالحالة المغربية الحالة المغربية هي حالة فريدة المغرب كان مصدرا للهجرة أصبح دولة عبور للمهاجرين بعد ذلك أصبح دولة إقامة إذن فهو يعي جيدا الحالات المتعددة للهجرة سواء كمصدر أو كعبور أو كمستقبل له وهذا الأمر ربما يتفرد به المغرب عن غيره من الدول الأخرى فلذلك هذه الأوضاع المتعددة سطع من خلالها المغرب أن ينتج سياسات تسمح له بالتعامل مع هذه الظاهرة في شموليتها بمعنى أننا لا نتعامل مع نوع واحد من المهاجرين بل نتعامل مع أنواع متعددة ثم الأمر الآخر هو أن المغرب أصبح فاعلا دوليا في مجال الهجرة بحيث أنه ربما أن الكل يعلم أن المغرب احتضن مؤتمر العالمي حول الهجرة في دجمبر الماضي والأمم المتحدة أن تمنح شرف تنظيم هذا المؤتمر العالمي للمغرب لم يكن كذلك صدفة بل للدور الذي يقومه فيه كذلك أن المغرب يحاول ما أمكن أن يدفع في اتجاه بلورة سياسة للهجرة عن المستوى الإفريقي لذلك هنا ما يقدمه للمغرب هو كونه يقدم خبرته ثم كذلك هو بلورة سياسة في إطار نحن نعلم منذ 2013 المغرب حاول أن يعالج وضعية المهاجرين المقيمين فوق طرابه في محطتين من خلال تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين وهي السابقة على المستوى الإفريقي إذن يحاول ما أمكن أن يعطي هذا النموذج للقرى الإفريقية ثم الأمر الآخر أن يجعل من القرى الإفريقية تعي جيدا أن مسألة الهجرة ليست آفة بقدر ما أنها يجب أن يتم استثمارها لصالح القرى الإفريقية وليس العكس طيب في المقابل كيف يمكن للبلدان الأفريقية دكتور أن تستفيد أو أن ربما تحاول الاستفادة من التجربة المغربية هنا ربما في هذا الشأن يجب أن نعترف للمغرب بريادته وهو الأمر الذي وقع من خلال منح جالة المالك صفة رائد للإجراء على المستوى الإفريقي هذا المعطى يجعل مسؤولية كبيرة على المغرب في مجال الهجرة لذلك كان المالك حريصا على هامش المؤتمر العالمي للهجرة في دجمبر الماضي كان حريصا على أن تكون هناك قمة موازية للأفارقة لبلورة تصور موحد ومشارك لمعالجة ظاهرة الهجرة بمعنى أن تصبح القرى الإفريقية مخاطب واحد بسياسة موحدة حول الهجرة وهو أمر ليس من السهل لأن القرى الإفريقية كما هو معلوم تعرف هذا النوع من الحركية على المستوى الساكنة الإفريقية هناك حركية قوية وقوية جدا ولكنها هي سيمتها الأساسية أنها داخل القرى الإفريقية وجزء يسير منها هو الذي يخرج خارج القرى الإفريقية لذلك فالمغرب من خلال تجربته التي راكمها في مجال معالجة ظاهرة الهجرة يحاول ما أمكن أن يفيد ويستفيد أن يفيد القرى الإفريقية بتجربته وبخبرته المتراكمة وفي نفس الوقت أن يستفيد كذلك من هذه الهجرة طيب لابد أن نتحدث ولو بإجاز عن الدور الذي سيلعبه المرصد الأفريقي للهجرة الذي تم إحداثه هنا بالمغرب هذا من بين الآليات الهمة والهمة جدا لأن من بين الأمور التي كما ذكرت في البداية وهو الصورة السلبية المرسومة عن الهجرة الإفريقية وهي مغالطات غير حقيقية إذن تحتاج هذه المعلومة إلى التصحيح إلى التوضيح إذن نحتاج إلى مرصد يقوم بتجميع المعطيات والمعلومات حول الهجرة يسمح بدراسة وتحليل هذه المعطيات وكذلك أن يضع تصورات حول هذه الظاهرة يبقى اختيار المغرب لاحتضان هذا المرصد الأفريقي للهجرة سيفيد المغرب كثيرا إذن المغرب سيكون أول من سيستفيد من وجود هذا المرصد في فوق الترابي ثم أنه سيسمح للمغرب أن يكون المخاطب لأن ما الغاية من وجود هذا المرصد هو كما قلنا أن تكون لإفريقيا تصورات موحدة حول الظاهرة وأن نصحح واقع حالة الهجرة الإفريقية لدى من؟ لدى الأطراف الأخرى لأن هناك من يضل للرأي العام العالمي حول ظاهرة الهجرة الإفريقية ويعطي معطيات مغلوطة حول بعض الظاهر وكأن إفريقيا هي سبب الآفات المتعلقة بالهجرة على العكس من ذلك يجب أن نعطي لكل دي حق حقه القارة العجوز في أمس الحاجة إلى اليد العاملة وتحتاج بطرق ملتوية لهذه اليد العاملة الكفأة والمؤهلة من القارة الإفريقية لذلك فهذا المرصد سيتكون له أدوار جد مهمة خاصة على مستوى تصحيح رؤية والمعطيات المتوفرة لحد الآن حول ظاهرة الهجرة الإفريقية المحلل السياسي والأستاذة الجامعية الدكتور محمد العمراني وخبزة شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات القيمة وشكرا لحضورك معنا شكرا لكم